السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم حوارنا أو حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس من برج الأسد لبرج العذراء طبعا الانتقال رح يكون فيه كثير من الأشياء اللي احنا بنقدر نقول انها صادمة بالنسبة للشمس بما انها كانت موجودة في برج الأسد وما استفادوا ولا برج من وجودها بسبب اول اشي تراجع الزهرة اللي كانت موجودة بالأسد وايضا الزوايا السلبية الكثير اللي تشكلت مع الشمس ضعفة الشمس او قوة الشمس بشكل كبير الان انتقال الشمس اللي رح تنتقل للعذراء رح تنتقل وفي نفس اليوم رح يبدأ عطارد بالتراجع لمدة ثلاث أسابيع فعننا عطارد بالتراجع وعن الزهرة بتتراجع يعني وبرضو رح يتشكل زوايا فهي الزوايا شوي رح يكون فيها نوع من انواع الصعوبة مش مع عطارد مع كواكب أخرى فعشان هيك اليوم بتكوا تركزوا بشكل جيد في هاي الحلقة عشان تعرفوا ايش أهم الأشياء اللي بتكوا تركزوا عليها بشكل جيد رح تنتقل الشمس الساعة تسعة ودقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعة رح تنتقل الشمس لبرج العذراء ورح تظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة من صباح يوم السبت ثلاثة وعشرين تسعة فعشان هيك منقول لما وليد برج العذراء كل عام وأنتم بكل خير أسأل الله أنه القادم يكون أحسن من الماضي وأنه تبدأ حياتكم بمرحلة جديدة رغم أنه ما رح يكون التحسن كبير بشكل كبير مع وجود الشمس عندكم ولكن أنه بداية مرحلة جديدة في حياتكم رح تكون بالنسبة لصفات الشمس معروفة لما تكون سعيدة معناته بتعطي طموح، صراحة، تفاؤل، جراءة، كرم، نشاط، قيادة، استقلالية هدول أهم الأشياء الإيجابية اللي بتعطيهم الشمس ولكن في حال ما كانت سلبية على طول بصير الغرور والأنانية والديكتاتورية هدول الثلاثة تقريبا هم اللي رح يكونوا غالبين علينا خلال فترة الشهر القادم لحديث ما ينتهي تراجع الزهرة وعطارد خلال الفترة القادمة عشان ما نحبط الجميع بهاي المعلومات السلبية عادة لما بتدخل الشمس على العذراء بيشعر موليد برج العذراء بنشاط أكثر من الفترة الماضية وهذا الشيء رح يصير يعني رح تشعر ببعض التحسن بشكل متصاعد لغاية ما يوصل تاريخ ميلادك أو عيد ميلادك بعدها بتبدأ أنت سنتك الجديدة يعني موليد مثلا غولة 28 ثمانية بس ييجي يوم 28 ثمانية يعني هاي الشمس هنا وصلت لحد لدرجتك من هنا أنت بدأ عيد ميلادك وبدأت المراحل الإيجابية تطلع تصاعديا أما موليد مثلا اللي بيجوا مثلا نقول عشرة ثمانية عشرة تسعة مثلا هدول ما بيشعروا بهذا التحسن إلا لما ييجي تاريخ عشرة ثمانية لو عيد ميلادهم وبعدين بيشعروا بالتحسن عشان هيك بنحكي بشكل تصاعدي بيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية والمائية أكثر الأبراج المعرضة للمتاعب الصحية في الفترة المقبلة هم موليد برج الميزان الله يعينهم هم والحمل لأنه هدول الاثنين تقريبا رح ينضغطوا بشكل كبير الميزان لأنه بيت متاعبهم والحمل لأنه البيت السادس اللي إلو علاقة بالصحة وإلو علاقة بالعمل والحوت أيضا ما بدنا ننساه من هذا الموضوع لأنه مقابله تماما فهذا الشيء بيضعف منطقتهم وبيصحب منطقتهم صحيح أنه بعطيهم إيجابيات ولكن موضوع الطاقة هاي لما بتنزل بتصير الحسسية زيادة عن اللزوم طبعا أهم شيء أنه موليد برج الحمل بدهم ينتبهوا لغذائهم وراحتهم هم والحمل والميزان والحوت لأنه شوي زي ما ذكرنا صعبة لا شك أنه وجود الشمس في برج العذراء بتمنحنا طاقة إضافية ونشاط واضح من ميل بشكل عام للتدقيق بكل شيء والتركيز على كل شيء في حياتنا ممكن هيك خوف من الأخطاء أو خوف من التردد خوف من الفشل فعشان هيك بتزيد نسبة التركيز من ميل للاهتمام لصحتنا بشكل أكبر طبعا لا شك أنه طاقة الشمس بتعمل على ضبط إفراز الهرمونات يعني فعشان هيك هي اللي بتساعدنا في نوع من أنواع الاستقلاب الطبيعي إحنا منسميه فخلال وجود الشمس في العذراء بصير فيه قدرة كبيرة من الرغبة في ضبط الأمور ووضعها في مكانها الصحيح بالنسبة للزوايا المتشكلة والأحداث الفلكية زي ما ذكرنا أول شي عندنا الزهرة ما زالت بتتراجع في الأسد حتى فجر يوم أربعة تسعة واليوم رح يبدأ عطارة بالتراجع يعني فترة ما رح تكون سهلة الكواكب الكبيرة أيضا يعد تستعد لعملية التراجع يعني في عنا أكثر من تراجع الفترة القادمة رح تلاحظوا أنه في فترة كل أغلب الكواكب ما عدا المريخ والشمس والقمر هذولا لما بيتراجعوا وباكل الكواكب هاي رح تكون تتراجع بالنسبة للزوايا طبعا أول زاوية رح تكون يوم 27 ثمانية وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين زحل هاي زاوية بتخلق مصاعب وعرقية اللي بتحتاج منا بذل جهد أكبر وتصميم وإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين وقاسيين وعندين وبتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا إنعكاس وانقلاب بالأوضاع علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق يوم 6-9 في زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي شوي بتخفف في الوطأ ولكن تيجي يعني ما فيش المسافة إلى تشكل الزاوية الأولى فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات بخصوصا بالأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا ولكن اللي بنحذر منه إنه عطارد بيتراجع فممكن هذا الشيء يكون مغرر أو يكون مخادع لألنا فمننا ندقق بالتفاصيل يوم ثمانية تسعة في زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وبرضو بيجلبنا نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكانيه إنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق يعني النجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة يوم ستعاش تسعة في زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا كمانها بتعزز قوة الحدث لدينا وبتمنحنا الإبتكار ومؤهب للاختراع والانجذاب لكل ما هو جديد ممكن نعيش علاقة جديدة مع الأصدقاء والنجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم ممكن نعرف في هاي الفترة تغيير مفيد يخرجنا من رتابة هاي الحياة يوم تسعتاش تسعة في زاوية تقاول سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميل تتبع أحلامنا ومشاريع خيالية وبتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب ممكن ميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات أو المهدئات وممكن نتعرض لوعكات صحية غامضة يوم واحد وعشرين تسعة في زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا طيب إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج أو إيش كل برج رح يأثر عليه وجود الشمس في برج العذراء طبعاً يكونوا تسمعوا برجكم وتسمعوا طالعكم برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً وجود الشمس في برج العذراء بتجعلك تشعر بتراكم العمل وبصير في عندك نوع من أنواع العجز أو الطاقة الضعيفة في صير بعض الأمور أو إنجاز مشاريع مختلفة هيك لأنه هيك في طاقة ضعف وخصوصاً مع تراجع عطارد هذا التشتت رح يصير بشكل كبير هاي فترة بتطلب منك بعض المصاريف الإضافية عليك وضع خطة واضحة لإنجاز الأهم أولاً إنجز أعمالك المهمة جداً صحياً هاي فترة غير مريحة على الإطلاق لا تهمل أي عوارض صحية ممكن تظهر ابتعد عن العمليات الجراحية أو التجميلية خلال هاي الفترة ما تبالغ بتقدير قدرتك الجسدية ممكن يصير معك آلام بشكل مفاجئ عضلات أو أثناء الحركة عاطفياً بتجد أن الأمور ما بتصير معك بالشكل اللي بتشوفه مناسب عندك قلة صبر وهذا الشيء يعني بيخلي كل الأمور ما تمشي معك مثل ما بتشتهي استفيد من قدرتك على الحوار والنقاش بعض موليد برج الحمل ممكن ينعرض عليهم أعمال جديدة أو يبدأوا بعمل جديد إذا ما ركزوا بالعقود والشروط وأنه مناسب أو مش مناسب ممكن هذا العمل ما يدوم لوقت طويل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً الشمس بما أنها راح تكون موجودة في البيت الخامس من المفروض أنها بتعطي طاقة إيجابية عالية جداً لإلك لأنه هذا بيت حليف وإحنا يعني بنتظروا موليد برج الثور لأنه بيغير كثير من حياتهم فعشان هيك نقدر نقول أنه هاي الفترة مناسبة لتعزيز العلاقات العاطفية بطريقة خلاقة وجيدة بيصير فيه يعني عندك قدرة على حمل المسؤولية بقوة بتميل لتعزيز قدرتك الفكرية والأدبية مالياً هاي الفترة أفضل من الأشهر الماضية على الإطلاق طبعاً بتقدر تحقق من خلالها بعض المكاسب الكبيرة بتقدر تسترجع بعض المستحقات المالية القديمة صحياً بتشهد هاي الفترة بتجاوز كل شيء بيزعجك بتقدر تتجاوزه تلغي من حياتك أو أي شيء بيقلقك أو سبب لك قلق بالفترة الماضية عاطفياً ممكن تلتقي بنصفك الآخر أو تبدأ علاقة جميلة وحميمة في هاي الفترة ممكن تعمل على تعزيز علاقة قديمة أو تعود للظهور في حياتك من جديد ولكن ولكن هاي مهمة جداً أول شيء لا تنسى تراجع عطارد لا تنسى تراجع الزهرة الزهرة في بيت البيت يعني في أحداث عائلة موجودة وعطارد في البيت الخامس اللي نفس اللي موجود فيه الشمس يعني بمعنى آخر لا تفرض سلطتك على أحبائك حاول تكون واضح بكلامك ابعد عن العصبية والجدال والنقاش ما تبالغ كثير بالحظوظ لأن الحظ ممكن يخذلك دقق بالتفاصيل بكل معاني وابعد عن أي شيء له علاقة بعمليات التجميل بالفترة القادمة وأي علاقة عاطفية ركز فيها بشكل جيد ودرسها بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا خلال هاي الفترة يعني ممكن هيك تحمل بعض المسؤوليات اللي تتعلق بالمنزل أو بمعحد أفراد العائلة أو ممكن تضع بعض القوانين أو الأنظمة لها علاقة بأفراد الأسرة تدارك كثير من الأفكار اللي ممكن تعمل على تحقيقها بقوة والدافع عنها بهاي الفترة ولكن دك تحذر من العصبية أو فرض الرأي بتسلط صحيا عليك الانتباه قليلا لصحتك لكن ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة مثلا في بعض الاضطرابات رح تكون بالهرمونات وعمل الغد الدرقية للأشخاص اللي بيشكوا من الغد الدرقية عاطفيا هاي الفترة مش الأنسب ولكنها برضو مش الأسوأ فعشان هيك ادرس علاقاتك العاطفية بشكل جيد ممكن اتميل لبناء علاقة عاطفية على أساس واضح بعيدة عن طبيعتك الانفعالية ولكن زي ما حكينا بدك تدرسها بشكل جيد وما تتسرع لا تنسى أنه عطار دبيت راجع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الشمس رح تعطيك نوع من أنواع الطاقة اللازمة للتواصل والاتصال والتنقلات اليومية والأسفار القريبة والتبادل التجاري وتعتبر هاي فترة مهمة للطلاب وخصوصا في المرحلة يعني تعتبر في البيت الثالث لا إليك اللي هي المراحل ما قبل الجامعة اللي هم المراحل الابتدائي والثانوي وبرضو بصير فيه رغبات عالية عند الطلاب بالدراسة أو تعلم ولكن تراجع عطار دي شوي هو اللي رح يخرب عليهم هاي النقطة صحيا تشهد هاي الفترة يعني منقول مريحة عموما وممكن أنه تجد أنه صحتك بدأت بالتعافي شوي إلا أنه عطارد على المستوى الأعصاب أو العضلات أو التشنجات ممكن أنه يأثر عليك فيه نوع من أنواع الدعم ممكن يجي من محيطك أو المحيط اللي فيك من الإخوة من الجيران أو ممكن أنه يجيك بعض الدعم عاطفيا حاول أنك ما تكون حيادي بل واضح وما تستغل المشاعر اللي بيحبوك حاول مناقش شركائك بهدوء وروية بعيدة عن التوتر والإنفعال أهم شيء أنه احذر من الكلام المبهم لأنه الكلام المبهم ممكن ينفهم بطريقة خاطئة وبرضو حاول تكون واضح بشكل كبير وحافظ على إنفعالاتك ما في داعي للعصبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً يعتبر هذا الشهر شهر مال وقروض ومعاملات مالية ما رح تعمل بقوة للحصول على المال بالفترة هاي ولكن للأسف الشديد عندك مصاريف أو متطلبات مالية كبيرة طبعاً حصولك على المال بدي يكون من مجهودك الشخصي قليل جداً يجيك نوع من أنواع الدعم أو المساعدات بالفترة القادمة اللي بيبحثوا عن عمل هاي الفترة الأنسب للحصول على شيء بناسبك ولكن دك تدرس معطياته بشكل جيد ممكن تكون مسؤول عن صحة أحد المقربين منك انتبه من التبذير أو الإصراف ممكن تجد نفسك مدفوع إلى ما يغذي فكرك وعقلك في هاي الأيام عاطفياً تعتبر فترة جيدة عموماً ولكن بيطبعها البعد المادي مصاريف ومتطلبات مالية وممكن أنك تبالغ بعملية دعم الحبيب بالفترة هاي انتبه من العلاقات الماضية اللي ممكن تعود لظهور فجأة فكر دائماً فيما هو آت ما تفكر في اللي راح برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً هاي الخلطة اللي قاعدة بتصير أو الإشي الظهرة في بيتنا تعبك بتتراجع وطارد عندك بيتراجع الشمس موجودة يعني هذا الحركة كلها هاي بتعمل عملية تصاعدية لأمور كثيرة صحيح إنه في بعض القرارات معطلة وانت بتنتظر بعض الأمور فيه أشياء مش ماشية معك لها فترة طويلة معاكسات وبعض موليد برج العذراء ممكن شكوا إنهم مسحورين أو ممللهم آمال واقف الرزقهم وحياتهم وبتفرق محبينهم وهذا هو فعلياً ضغط الكواكب بأثر عليهم بشكل كبير فعشان هيك انت خلال هذا الشهر رح تكون تحت الأضواء رح ممكن يعني شوي هيك تقوم ببعض الأعمال المهمة جداً كثير من الأشياء رح تبلش توضح بشكل أكبر اللي إلها علاقة بالأرباح والمكاسب المالية رح تنشط في كل اللقاءات والاجتماعات ورح تكون واضح في أي شيء بتريد الحصول عليه ولكن بدون ما تتحكم بالغير وبدون عصبية بيكون عندك نوع من أنواع مشروع أو هاي فترة منقول مناسبة لدراسة مشروع ولكن مش البدء بمشروع طالما عطارد بيتراجع صحياً بتجدوا أنه يعني بتتجاوزوا كل شيء كنتوا تعانوا منه بالفترة الماضية بتجدوا أنه صار فيه تحسن ولكن نفسياً بظل مأثر عليكم الفترة الماضية والضغط العصب الموجود عاطفياً في كثير من الأشخاص بيحاولوا التقرب منك بهاي الفترة رح تكون انتقاداتك وأرأك مجدي ولكن حاول أنك ما تكون لاذع بهاي الأمور وممكن أشخاص يحاولوا أنهم يأخذوا بنصيحتك أو يستمعوا لك ولكن إذا كنت جارح وحد بالكلام رح تخسر كثير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً وجود الشمس في بيت المتاعب هذا بيعني أنك أكثر المتعبين عشان هيك بدك تنتبه لصحتك ابتعد عن المواجهات المحتملة خلال هاي الفترة عدم الانخداع بأي شخص أنت بتشك في صدقه على طول حسيت في هذا الأمر أعمل بك هيك واستفسر واستخير وخذ نفس يبل ما تتخذ أي قرارات ممكن تنشغل في هاي الأيام بكل ما ينمي عقلك وبعدك الروحي فترة مناسبة للارتباط أو التحاقد مع شركائك أو مؤسسات حكومية ممكن أنها تعود عليك بالنفع الكبير عاطفياً في بعض الأشياء اللي بتحكر مزاجك في هاي الفترة على المستوى العاطفي ولكن صدقك ووضوحك بيعمل على تخطي المناغصات بدك تكون صارم وحاسم في الدفاع عن حقوقك وما تقدم أي تنزلات طبعاً هذا بشكل عام ولكن ألخص لك أنا شو الأهم إنه هذا الشهر يعتبر هو المصفاء اللي أنت بتصفي فيها عام قائد العام اللي راح هذا كله بتحط فيها المصفاء اللي نزل من المصفاء هدول اللي طلعوا من حياتك واللي ظل هذا اللي بيكمل معاك العام القادم فعشان هيك صحيح فترة صعبة ولكنها راح تكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً هذا الشهر يعتبر شهر العلاقات الاجتماعية ربما تراجع عطارد اللي ممكن ينهي علاقتك ببعض الأشخاص أو بعض الأطراف أو تبدأ بعلاقات جديدة إلا أنه ممكن بعضها يكون صادم لأيك ولكن منعتبره هذا شهر الصداقات الحقيقية واللي ابتعاد عن كل ما يعكر مزاجك وجود الشمس في بيت الأصدقاء عندك بعمل إضافة لعطارد اللي بيتراجع تقلب كبير بالعلاقات ممكن تحس بالخدلان أو تنصدم من بعض الأشخاص ولكن راح تكون ميال لرسم خطوط ومشاريع ذات طابع تشاركي في بعضكم ممكن يفكر في إنشاء معهد أو مؤسسة أو مشروع أو يسعى لكسب ود أو أنصار أو عملاء جدد بتسير الأمور لصالحك إذا ركزت بشكل جيد صحيا الأمور بتكون في أفضل حال من الفترة الماضية عاطفيا بتجد علاقاتك العاطفية بتميل للوضوح والراحة لأنها رح تكون مبنية على أساس واضح أكثر يعني تقريباً فترة بدك تبلش تستعد فيها للغربلة لأنه في كثير أشياء رح تتغربل من حياتك برج القوس بالنسبة لأموليد برج القوس طبعاً هذا شهر يعتبر شهر نشاط والرغبة في تحسين العلاقات بالمسؤولين عنك ولا يجوز إيش ما كانت المغريات والضوء اللي شايفه أخضر واللي بيفتح لك مجالات للمغامرة أو للمجازفة أو لتشويه سمعتك ابعد عنه تماماً لأنه ما رح يكون لصالحك نهائياً والضربة رح تكون مؤذية جداً عشان هيك حبيت أنبه لهاي النقطة قبل ما أكمل أول إشي الفترة هي إذا ركزت بشكل جيد ممكن تحسن علاقاتك بالمسؤولين أو تكرم أو ترفع أو تقدم لعمل ويجيك ردود على أعمال أو عرض أعمال ممكن تعمل بقوة في خلال هذه الفترة وتدافع عن مصالحك وتجد نفسك محط اهتمام واضح من المحطين فيك ولكن ممكن أعداء يشوه سمعتك وهذا الشيء يفتح لك مشاكل يتلتهي في عملية الدفاع عن نفسك وتبرر وتبرهن أنك أنت بريء هاي تعطيك فرصة لمكسب مالي متعدد الموارد خلال هاي الفترة عاطفياً بتشهد حالة من الإضطراب أو التوتر ولكن الشمس بتستطيع التوصل أو تعطيك طاقة للتوصل لحلول مجدية أهم شيء أنك برضو تنتبه لصحتك لا سيما من ألام الظهر وأيضاً الإهتمام بصحة أحد الأحبة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً الشمس رح تدعمك في مجالات كثيرة من أهمها مجالاتك بالاتصالات الخارجية التواصل مع أشخاص خارج البلاد أمور لها علاقة بالسفر أو الهجرة أو العمل الخارجي أو الدراسة الأكاديمية العليا لمناقشات رسالة دكتوراه مثلاً أو ماجستير لأخذ دورات أو تعلم أشياء جديدة ولكن وهي تراجع وطارد ممكن ما يخلي عندك هذا الشغف أو تدخل في هذا الشيء وما يصير عندك راغبة أنك تكمل بدك تنتبه من هذه النقطة كثير من الأرباح والفوائد اللي بتيجي من قبل أشخاص بيعيشوا خارج البلاد أو أجانب مثلاً هاي فترة بصير في عندك وضوح بالرؤية بتساعد على توقيع عقد تجاري خارجي أو إشيء العلاقة بالاستراد والتصدير لبعض الأشخاص أو عملية التعلم لغة جديدة عاطفياً بتميل لأشخاص غرباء عنك وبتنجذب للعلاقات الواضحة أكثر هاي فترة مهمة لأنها من دعوة قضائية عالقة أو حلها بشكل سلمي حاول ما تفرض رأيك كثير عشان يعني ما تخذلك الحظوظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً الشمس الآن راح تكون موجود في البيت الثامن وعطارد بيتراجع في البيت الثامن والزهرة بتتراجع في البيت السابع يعني المشاكل كلها راح تكون على مستوى الشراكات العاطفية والمالية بهاي الفترة في طراب وضغط عالي جداً عندك على هاي الأمور ولكن إجمالاً دخول الشمس على البيت الثامن لا إلك هنا بعطيك دفع على الحصول على مستحقات مالية سابقة أو تعويضات أو هدايا أو هبات برضو بتساعدك في العمل العقاري بامتياز بإمكانك الاستفاد من البيع أو الشراء أو تغيير السكن بتكون خلال هاي الفترة محط أنظار الآخرين اللي بكون عندهم محاكمة أو قضية أو دعاوة قضائية في هاي الفترة مناسبة للحصول على غايتهم بقوة ولكن مش بتزوير والتلفيق والنصب والاحتيال عليك التخفيف من الانفعالات العاطفية وردات فعلك العشوائية أحياناً واحذر على أموالك من النصابين والمحتالين وأي مشروع أو فكرة بدك تدرسها وتحللها بشكل قوي جداً ما في داعي أنك تأخذ كلام بعض الأشخاص ثقة وهذا الأمر ما رح يكون لصالحك فعشان هيك لازم تدرس الأمور بشكل جيد ما تبادر بمشاريع دون دراستها والتروي فيها وما بنصح أنا أساساً في فترة تراجع طارد إجمالاً برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً أنت على زي ما بحكوها سيف ذو حدين بهاي الفترة أول إشي وجود الشمس في بيت الشراكة مقابلك تماماً هذا الشيء بيجعلك تميل للوضوح في علاقاتك وخصوصاً علاقاتك بشركاء العاطفي والعمل بين الأزواج أو تطوير علاقة زوجية أو أشياء من هذا القبيل ممكن شوي تبتعد عن الرومانسية خلال هاي الفترة بتميل المنطق والواقعية أكثر بتكثر التدقيق في كل تصرفات شريكك العاطفي على صعيد الشراكة العملية بتعمل على ضبط الحسابات والابتعاد عن كل ما هو غير مفهوم بالنسبة لإلك حاول أنك تستفيد من وجود الشمس وعزز شراكاتك بحبيبك أو بزوجتك أو زوجك مثلاً واللي بيبحث عن علاقة هاي الفترة يعني أنا بقول له تروى ما تتخذ قراراتك الحاسمة في هذا الموضوع لأنه الزهرة وعطارت بمأنهم يتراجعوا فما رح تكتشف حقيقة الشخص اللي أمامك بالعكس رح تكتشف كثير من العيوب طبعاً الشمس وجودها في بيت الشراكة هنا يفتح لك مجالات للارتباط أو الزواج أو الأمور هاي ولكن ما تتسرع باتخاذ القرارة بدك تدرسها بشكل جيد وما تدخل في مشاريع بدون ما تكون البينة موجودة بشكل قوي لأنه عطارت رح يغرر فيك طيب هسا فيه أشخاص يجوا إيش هالطاقة السلبية إيش اللي أنت أعطتنا يا والله هذا اللي عندي أنا هذا اللي شايفه شايف الشهر الماضي يعني كان واو بجنن شهر ثمانية شهر تسعة شرحه إذا أنت حابة تعيش الوهمة تروح تشوف حالك إلا أنت طيارة وبدك تطير والدنيا ما لوز روع اللوز أما عندي أنا بدك تنتبه للتحذيرات هاي لأنه يعني لو انتبهت لها ما راح تضرك في حياتك يعني بس إذا ما انتبهت لها أكلت هو في الشهر اللي جاي هيك من كون انتهينا من حلقتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء